في سابقتين من نوعها رئيس الجمهورية يدعو المؤسسة الإعلامية العامة والخاصة إلى لقاء تحوري هذا اللقاء سيكون فرصة لتنوير الرأي العام الوطني حول مختلف قضايا الساعة التي تشغل بال المواطن داخليا وخارجيا وجود حسن النية من طرف الرئيس تبون أن يريدوا أن ند يدي إلى كل الأطراف هذه بادرة جيدة جدا لكن ما أتمنىه أيضا أن تلتفت فقط في الإعلام التقليدي بل تلتفت حتى إلى الأصوات الأخرى من فكل الإعلام اليوم في الجزائر اختلف كثيرا بمواقع التواصل الاجتماعي المشكل التقليدية التي مرت بصحصة الجزائرية أعلميون بدورهم ثمنوا هذه المبادرة واعتبرها بادرة حسنية من الرئيس تبون في رد الاعتبار لقطع الإعلام ورفع أنواع التضييق عليها خطوة استدراكية لتصحيح ممارسات سابقة نتمنى أنه حتى الوزارات الأخرى خاصة الوزارات ذات السيادية ندخل على سبيل المثال وزارة الخارجية نتمنى أنها كذلك تدير لقاءات دورية مع الإعلاميين ومسكولي المؤسسات الإعلامية الإعلام محور هام فهو يشكل همزة وصل بين المواطن ومؤسسة الدولة ومثل هذه اللقاءات تعد قفزة نوعية ومبادرة مستحسنة تحرر الإعلام من الولاءات والموالات مع ترقب سلسلة من اللقاءات الأخرى مع رئيس الجمهورية